ازاي بيساهم قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في هذا المعدل يعني ازاي بيشارك باي او بيساهم باي الله ينور عليك يا استاذ جمال اولا احنا عندنا مثلا في العالم كله ما بقاش كل دولة او كل شركة عالمية بتعمل كل حاجة بقى عندنا مصطلح جديد اسمه الاوتسورسنج او التعهيد ما معنى ايه مثلا يعني ان نقرب للمشاهد الكريم انا عندي سيارة بحب سوء لكن في واحد تاني بيحب يجيب سائق يسوء له طب سائق يسوء له ليه هو يعني عهد مهنة السواء لهذا الشخص ايسهله حركته ممكن ينزل في حتة هو يركن وهكذا طب في شركات عالمية النهاردة وجدت ان الاعمال اللي بتقوم بيها عملية مكلفة لها وصعبة ولو اديتها الحد تاني هيقوم بيها بنفس الكفاءة او اعلى باقل تكلفة فمصر بقت جزء من الدول الجاذبة لصناعة التعهيد بمعنى ايه ان نقرب الناس الناس كتيرة في مصر نريد 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 عشان العمالة نفسها عشان العمالة غالية والاماكن الاجارات غالية ولو حتى حتى خدت عمالة من دول الشرق الاوسط هناك طار تسكنهم وتأكلهم وهكذا فبتيجي تقول ايه انا اعمل هذا المركز مثلا في مصر في المنطقة الخاصة بالكول سنترز في المعادي او في القرية الزكاية يعني التعهيد هو زي ما نقدر نقدر خدمة العمالة اه يعمل لك الخدمة نيابة عنك ده جزء منها بس لسه ما كملناش طب انت عندك النهاردة مراكز التعهيد في مصر دي للشركات العالمية بيشتغل فيها ما يقرب من 34 الف شاب وشاب مصري طب هما ليه اختاروا مصر على فكرة يالدولة الاولى في التعهيد في العالم الهند بتحتوي او بتستحوز على حوالي 60% من مراكز التعهيد لان الغالبية العظمى من مراكز التعهيد استعمل للغة الانجليزية طب ليه مصر بقى يليها لان مصر خريجين كليات الالسن والاداب باللغات المختلفة مراكز التعهيد عندنا بتشتغل بحوالي 10-12 لغة فانت عندك مراكز التعهيد جاي من الصين لان عندنا شاباب بيتكلم صين وجاي من فرنسا وجاي من انجلترا وجاي من ايطاليا وجاي من المانيا لان عندنا اللي مش موجود عند دول تانية اللي هي اللي عنصر البشري المؤهل علاوة على سرعة الانترنت اللي قلنا عليها الصبح بقت 55 ميجا بيت برساك لو انا لسه شغال على السرعة القديمة ما كانش حدا هيجيلي ده ما انت معندكش انترنت فقاك السرعة يبقى لو مواطن عايش في فرنسا بيستفسر في شركة فرنسا مش حاجيلك انت لكن النهاردة لو مواطن فرنسي بيستعلم من مركز فرنسي اللي معين المركز ده انتقل الى العاصمة الادارية او مراكز التعهيد او في المعادي او في القرية الزاكية هيرد عليه شاب او شاب قاعدة هنا هو هناك مش واخد باله ان حدي بيرد عليه من مصر صحيح مراكز التعهيد اللي تتحدث عنها دي تتبع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعروبات طبعا مزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعروبات لكن الجزء التاني منها بقى ده كله كان ده الجزء بتاع الكول سنتر اللي مصر متفردة به طب الجزء التاني ايه تطوير البرمجيات في شركات كبيرة عالمية في تطوير البرمجيات لو عينت مبرمجين عندها ودتهم سكن ورواتب وواواوا مكلف جدا يقولك أنا أنشئ مركز تطوير البرمجيات في مصر واستقطب الكفاءات المصرية تشتغل عليه برواتب تاخدها من أوروبا طب هو أحد يقولك طب ما ياخدني عنده أسهل لا لأنه حيديك سكن حيديك عمالة حيديك إقامة حيديك إقامة لأ أنت قاعد عنده هنا وشغال 24 ساعة كأنك بنفس التوقيق وتأخذ مقابل حجم وتكلفة أقل تكلفة أقل لي صاحب الشركة أو الجهة المعنية وفي نفس الوقت يعني أولادنا وإخواتنا المستفيدين هنا بياخدوا راتب هو نفس الراتب بتاعه في أوروبا ما هي دي بقى أن أنت ترجع تاني يا رسل أحمد لو ما كنتش طورت البنية التحتية الرقمية ما كانش حدا يجيلك ليه؟ لأن أنت لو ما عندكش الإنترنت فاك الصرعة ما دربتش الناس بتوعك على تكنولوجيات الثورة الصنعية الرابعة ما كانش حدا حيجيلك طب الوزارة بتعمل ليه النهاردة كمان وزارة تكنولوجيا المعلومات الحياة بتتعاون مع جهات مختلفة في الدولة بتؤهل الشباب المصري الحصول على فرص عمل مستقلة في مجالات تطوير البرمجيات وقعد في مصر النهاردة القطاع اللي مش عايز يشتغل في الشركات عايز يشتغل من بيته بس هو مبرمج شاطر يقدر يشتغل على هذا الكلام لأن فيه في العالم ما يقرب من أربعة مليون واحد مش عايز يشتغل في الشركات هما الفيلانسرز يشتغل من البيت لكنه إحنا النهاردة طبعا أنا لازم أهله لازم يكون عنده تالنت عنده إمكانيات زكية جدا عشان ياخد الوظيفة دي أو سركة عالمية تديله الفرصة دي طبعا إحنا عندنا القدرة يا دكتور على تصدير البرمجيات المدمجة طبعا برضو ده نقطة تالتة إحنا عندنا النهاردة تعرف البرمجيات المدمجة اللي هي إيه فيه برمجيات مفتوحة مثلا يعني اللي هي الحاجات الخاصة بشركات كلها يعني مثلا عندنا ده مش اسم تجاري ولا حاجة عندنا قاعدة بيانات مشهورة اسمها ERP Enterprise Resource Planning التخطيط المؤسسي لأي مؤسس اللي هو يشمل إيه قطاع الموارد البشرية والمخازن والحسابات والميزانيات والمشتريات والدعاية كل حاجة في المؤسس لأي مؤسسة في الدنيا لو جابت هذا النظام تعمل كل حاجة فيها ما بتجيبش بقى نظام موارد البشرية لوحده ومخازن لوحده حسابات لوحده فيه سيستم أو نظام متكامل ده نظام متكامل موجود منه أنواع كتيرة بقى أمريكات مختلفة لكن هو اسمه العام كده ترجمة نانسي قنقر